السلام عليكم اهلا وسهلا بكم في كروشي جانا النهر ده نعمل مع بعض بلوزة بناتي للعيد بشكل جديد وجبزة جديدة ومموديل جميل جدا وسهل في التنفيذ هنمشي خطوة بخطوة وان شاء الله تعجبك الخيوط المستخدمة انا هستخدم خيوط متوسطة السمك انت كمان فيك تستخدم اي خيوط انت حبه وانا استخدم معي براكم اربعة يلا بنا نبدأ بس قبل ما نبدأ يابد تدعمينا بلايك وشير ولو جديدة معنا تشتركوا في القناة وتفعل الجواس عشان يوصل لكل جديد ان شاء الله نبدأ بسم الله اول حاجة هاملها عقدة البداية بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة كمس سلاسل هابرح على اول سلسلة بدخل واسحة بخيط واخرق بمنزرك كده قفلت الدايبة بعد كده بقى بتفع واحد اتنين تلاتة سلسلة وده هعتبق اول عمود معي في الدور الاول لفع الابعة من داخل الدايبة وباخد خيط البداية معي باسحب الخيط لفع الابعة باخرق من حلقتين في حلقتين كده عملت العمود الثاني لفع الابعة وباشتغل العمود الثالث لفع الابعة من نفس الدايبة باخد العمود الثالث والعمود الخامس وهكملهم ستاشر عمود هكملهم ستاشر عمود ونرجع تاني هنا كده كملتهم ستاشر عمود بالارتفاع باجي هنا في سلاسل الارتفاع بعدوا واحد اتنين وفتال السلسلة بدخل واسحب الخيط وباخرق بمنزرك كده عفلت الدور الاول واحد اتنين تلاتة سلسلة وده هعطبوا اول عمود معي في الدور التاني سلسلة كفراج لفع الابعة وعلى عمود الثاني هاشتغل العمود سلسلة كفراج لفع الابعة العمود الثالث هاشتغل عليه عمود سلسلة كفراج بروح على العمود بربع باشتغل العمود سلسلة كفراج على العمود الخامس باشتغل عمود بعد ده النمط اللي هنمشي به في الدور الثاني هوصل لنهاية الدور هيبقى عندي 16 عمود و 16 فراج هخلص الدور الثاني ونرجع في الدور الثالث انا كده اشتغلت 16 عمود بعد كده باخد سلسلة اللي هي كفراج بروح هنا في سلاسل الابتفاع بعد 1 اتنين وفي تالس سلسلة بادخل بالابة وباسحب الخيط وباخد منزل فكده افلت الدور الثاني 1 2 3 سلسلة وده هعتبر اول عمود معي في الدور الثالث لفع الابة من داخل الفراج هاخد اتنين عمود العمود الاول العمود الثاني لفع الابة فوق العمود هشتغل العمود من داخل الفراج باخد اتنين عمود واحد اتنين فوق العمود باشتغل عمود من داخل الفراج باشتغل اتنين عمود العمود الاول العمود الثاني على العمود باشتغل عمود يبقى هو ده النمط اللي هامش بيه في الدور الثالث هخلص لنهاية الدور ونفجع تاني انا كده اربط اخلص الدور الثالث اشتغلت اخر فراج في اتنين عمود باجي هنا في سلاسل الابتفاع واحد اتنين وفي تالس سلسلة بسحب الخيط وباخد منزلكة كده قفلت الدور الثالث بعد كده بابتفاع واحد اتنين تلاتة سلسلة وده هيعطبه اول عمود ما هي في الدور الرابع سلسلة كفراج لفع الابة سلسلة العمود اللي بعد وباشتغل عمود سلسلة العمود اللي علي الدور باشتغل علي عمود سلسلة لفع الابة على عمود باشتغل عمود وهو ده النمط اللي هنمش بيه في الدور الرابع هخلص الدور الرابع ونفجع تاني انا كده اشتجلت اخر عمود في الدور الرابع هشتجل سلسلة وهاجي اعد واحد اتنين وفتالس سلسلة من الارتفاع هدخل واسحب الخيط واخد منزلق كده افلت الدور الرابع واحد اتنين تلاتة سلسلة وده هعطبه اول عمود معي في الدور الخامس لفع الابر من داخل الفراغ هشتجل عمود لفع الابر فوق العمود هشتجل عمود من داخل الفراغ هشتجل عمود فوق العمود بشتجل عمود من داخل الفراغ بشتجل عمود وهو ده النمط اللي هنمشي به في الدور الخامس يبقى فوق العمود عمود من داخل الفراغ عمود. عمود فوق العمود من داخل الفراغ عمود. هخلص الدور الخامس ونابجع تاني. انا كده اشتجلت اخر عمود في اخر فراغ. بعد كده بعد في سلاسل الارتفاع واحد اتنين وفي تالس سلسلة. بسحب الخيط وباخد منزلق. كده انا فلت الدور الخامس. بعد كده سلسلة واحدة. في نفس المكان هاخد. جبزة حشو. ودي اول جبزة حشو معنا في الدور السادس. بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. سبع سلاسل. بفوت واحد اتنين تلاتة وفراغ عمود. بادخل وبعمل حشو. وده اول فراغ لاول صدف. بحط فيها علامة. بعد كده بشتغل واحد اتنين تلاتة اربعة. اربع سلاسل. بفوت واحد اتنين تلاتة وفراغ عمود بعمل حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. كما السلاسل. بفوت واحد اتنين تلاتة وفراغ عمود بعمل حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة. بفوت واحد اتنين تلاتة وفراغ عمود بعمل حشو. بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. سلاسل. بفوت واحد اتنين تلاتة وفراغ عمود بعمل حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة. بفوت واحد اتنين تلاتة وفراغ عمود بعمل حشو. واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة سبعة سلاسل بفرط واحد اتنين تلاتة وفراب عمود بعمل حشب وهنا مكان الصدفة التانية هحط علامة يبقى السبعة سلاسل بتروع الصدفة طب نشوف ما بين الصدفة والصدفة كام فرق واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة بعد الصدفة أربعة سلسلة بعد كده خمسة سلسلة أربعة سلسلة ونبدأ نعمل الصدفة التانية بعد كده واحد اتنين تلاتة أربعة أربعة سلاسل بفرط واحد اتنين تلاتة وفرابع سلسلة بعمل حشب واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة كما السلاسل واحد اتنين تلاتة وفرابع عمود بعمل حشب واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة كما السلاسل ففرت واحد اتنين تلاتة وفراب عمود بعمل حشو واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة ففرت واحد اتنين تلاتة وفراب عمود بعمل حشو اشتجلت الخمس فرجات واحد اتنين تلاتة اربعة خمس يبقى هاشتجل استضافة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة سبع سلاسل بفوت واحد اتنين تلاتة وفراب عمود بعمل حشو. وهنا هحط العلامة بتاعت الصدفة التلتة. ابقى تاني بعد الصدفة دايما بنعمل اربع سلاسل واحد اتنين تلاتة اربع سلسلة بفوت واحد اتنين تلاتة وفراب عمود بعمل حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. خمس سلاسل بفوت واحد اتنين تلاتة وفراب عمود بعمل حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة. اربع سلاسل وبفوت واحد اتنين تلاتة وفراب عمود بعمل حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. خمس سلاسل بفوت واحد اتنين تلاتة وفراب عمود بعمل حشو. واحد اتنين تلاتة اربع سلسلة بفرد واحد اتنين تلاتة وفراب عمود بعمل حشو. كده عملت الخمس فرجات واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. يبقى هشتجل الفرج بتاع السطفة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. سبع سلاسل بفوض واحد اتنين تلاتة وفرب عمود بعمل حشو وهنا حبط العلامة بتاعت الصدفاء الرابعة واحد اتنين تلاتة اربعة اربع سلاسل بفوض واحد اتنين تلاتة وفرب عمود بعمل حشو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة كما السلاسل بفروط 1-2-3-4 عمود بعمل حشر 1-2-3-4 سلسلة بفروط 1-2-3-4 عمود بعمل حشر 1-2-3-4-5 كما السلاسل بفروط 1-2-3-4 عمود بعمل حشر واحد اتنين تلاتة اربع سلسلة بفروت واحد اتنين تلاتة وفي جبزة الحشو اللي بدأت بيها بعمل منزلق كده عفلت الدور السادس ومن داخل الفراج هدخل بالشكل ده وبسحب الخيط وباخد منزلق بقية داخل الفراج هبتفع واحد اتنين تلاتة سلسلة وده هاعتبر اول عمود معي في الدور السابع لفع القبرة والنفس الفراج باخد العمود التاني والتالت والاربع والخامس والسادس والسابع اشتجلت سبع عمود بالارتفاع بعد كده واحد اتنين سلسلة هاشيل العلامة مش هحتاجة تاني ومن نفس الفراج هاشتجلت سبع عمود وكده انا اشتجلت داخل الفراج صدف العمود الاول التاني التالت الاربع الخامس السادس والسابع يبقى الصدفة بتاعت الزاوية سبع عمود اتنين سلسلة سبع عمود هبروح الفراج اللي بعد ولا طول هاخد حشو لفع القبرة الفراج اللي عليه الدور باخد اول عمود التاني التاني التالت الدور بابا الكمس السادس السابع الثامن والتاسع والعشو. هبروح الفراج اللي بعده هقفل بحشو. بعد كده نلفها القبرة الفراج اللي عليه الدور باشترى العشو العمود. العمود الاول. الثاني. تالت. الربع. والعمود الخامس. والسادس. السابع. والتامن. التاسع. والعشو. هبروح الفراج اللي بعده هقفل بحشو. وصلت للفراج اللي عنده العلامة باشيلي العلامة. وهاشترى لص اضفها. لفع القبرة. ومن داخل الفراج باخد العمود الاول. التاني. التالت. الربع. الخامس. السادس والسابع. اتنين سلسلة. سبع عمود. عمود الاول. والتاني. التالت. الربع. والخامس. والسادس. والسابع. وكده انا اشتجلت الزاوية التانية او الصادفة التانية. هبروح الفراج اللي عليه الدور. هقفل بحشو. وبعدها لفع القبرة. وهنا عشر عمود. هنا حشو. عشر عمود. هنا حشو. هنا صادفة. يعني بنفس النمط اللي عملناها بشكلتها. ما بين الصادفة والصادفة مجموعتين عشر عمود. صادفة وبعدها حشو. عشر عمود وبعدها حشو. عشر عمود وحشو. بعد كده صادفة. هنمشي بنفس النمط لنهاية الدور السابع ونفجع تاني. انا كده اشتجلت عشر عمود. هاجي في اخير الفراج. هعمل حشو. بعد كده. هعد في سلاسل اللي يبتفع. واحد اتنين. وفي تالس سلسلة. بدخل وباسحب الخيط وباخد منزرك. كده قفلت الدور السابع. بعد كده في العمود التاني. باخد منزلكة. عمود التالت منزلكة. الرابع باخد في منزلكة. والخامس باخد في منزلكة. والسادس باخد منزلكة. والسابع باخد منزلكة. بعد كده من داخل الفراج بادخل وباسحب الخيط وباخد اول جوزة حشو. واحد اتنين سلسلة. في نفس المكان باخد حشو. يبقى في الفراج بتاع السطفة اخدت حشو اتنين سلسلة حشو. بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمس كما السلاسل. ولفع الابرة. بعد استضفة في حشو. باسحب الخيط وباخد عمود. واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة. عندي هنا عشرة عمود بعد واحد اتنين تلاتة اربعة. وفي خامس عمود باخد حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة لفع الابرة. في الحشو اللي بعد العمود باخد عمود. واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة. بعد واحد اتنين تلاتة اربعة وفي خامس عمود باخد حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة لفع الابرة. في الحشو اللي بعد العشرة عمود باخد عمود. هنا وصلت للصدفة بأخذ واحد اتنين تلاتة اربعة خمس خمس سلاسل والفرق بتاع الصدفة بأخذ حشو واحد اتنين سلسلة في نفس المكان بأخذ حشو دايماً قبل الصدفة وبعد الصدفة خمس سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمس خمسة سلسلة في الحشو اللي بعد الصدفة بأخذ عمود وهي دي الجزء اللي هتتكرر في الدور الثامن بعد كده اربع سلاسل وحشو في العمود الخامس اربع سلاسل وعمود في الحشو جينا هنا عندي الصدفة يبقى خمس سلاسل وفي الفرق بتاع الصدفة بياخد حشو اتنين سلسلة حشو. بعد الصدفة بياخد خمسة سلسلة وفي العمود اغفل الحشو اللي بعدها بياخد عمود. هنمشي بنفس النمط لنهاية الدور التامن ونبقى في بداية الدور التاسعة. انا كده رسلت لاخر صدفة. اشتغلت خمس سلاسل. وهاجي هنا اغفل الدور في رزة الحشو الاولى اللي اخدتها في بداية الدور. هدخل واسحب الخيط. وهاخد منزلقة. كده قفلت الدور. بعد كده من داخل الفراج بتاع الاتنين سلسلة بياخد منزلقة. بابتفع واحد اتنين تلاتة سلسلة وده هعطبه اول عمود معي في الدور التاسعة. لفع الابرة من داخل الفراج نفسه هاخد العمود التاني. والعمود التالت. واحد اتنين سلسلة. من نفس الفراج باخد تلاتة عمود. العمود الاول. التاني. التالت. وكده انا اشتغلت داخل الفراج صدفة. لفع الابرة. عندي هنا فراج من خمس سلاسل. من داخل الفراج هاخد العمود الاول. التاني. والتالت. واربعة. والخامس. والسادس. يبقى الفراج بتاع الخمسة سلسلة اشتغلت ستة عمود. لفع الابرة. الفراج بتاع الاربع سلاسل هشتغل اربع عمود. العمود الاول. التاني. التالت. الفراج اللي بعده اربع عمود. العمود الاول. والتاني. والتالت. الفراج اللي بعده اربع عمود. العمود الاول. والتاني. والتالت. واربع. الفراج اللي بعده باشتغل اربع عمود. العمود الاول. والتاني. والتالت. العمود. والخامس. والسادس. والتاني. والتالت. ابابة. والخامس. والسادس. لابفعل ابابة الفراغ بتاع الاتنين سلسلة بتاع وسط الصدفة. باشتغل العمود الاول. التاني. التالت. اتنين سلسلة. تلاتة عمود. العمود الاول. التاني. التالت. لابفعل اباة الفراغ اللي بقعد الصدفة على طول اللي هو بتاع الخمس سلاسل بقاخد ستة عمود. يبقى قبل الصدفة ستة عمود بقعد الصدفة ستة عمود. بقية الفراغات كلها اربع عمود. همشي بنفس النمط بالشكل ده. ونرجع في نهاية الدرب التاسع. انا كده ابابة تقفل الدرب التاسع. اخر الفراغ اللي قبل الصدفة عملت فيه ستة عمود. هيجي هنا في سلاسل الابتفاع واحد اتنين. وفي تالت سلسلة باتخوله باسحب الخيط وبياخد منزلك. كده قفلت الدرب التاسع. بعد كده واحد اتنين تلاتة سلسلة وده هاتبق اول عمود في الدرب العشر. لابفعل ابا. العمود اللي بعده. هشتغل عمود. العمود اللي بعده. هشتغل عمود. لابفعل ابا هيبني الفراغ بتاع الصدفة. هشتغل. تلاتة عمود. العمود الاول. التاني. التالت. اتنين سلسلة. وفي نفس المكان باخد تلاتة عمود. عمود التاني. العمود التالت. لابفعل ابا بعد كده فوق كل العمود باشتغل عمود. كل عمود هشتغل علي عمود. يعني الدرب العشر. كله عبارة عن كل عمود هشتغل علي عمود. هاجي في الفراغ بتاع الصدفة. تلاتة عمود. اتنين سلسلة. تلاتة عمود. وابجع تاني. اشتغل فوق كل عمود عمود. هخلص الدور العشر. ونفجع عشان نشوف هنعمل ايه. كده اشتغلت اخر عمود في الدور العشر. هنا مش هقفل بمنزلكة. هقص الخط. بعد كده. بسحب الخط بالشكل ده. وبجيب اباية التنظيف. شايف هنا عندك سلاسل الابتفاع. واحد اتنين تلاتة. هبروح على اول عمود بعدها تحت الحلقتين. بدخل بالشكل ده. شايفها بابجع للعمود اخر عمود اشتغلته. الحلقة الاولة بتاعت الجبزة لقا. الحلقة الخلفية بدخل منها بالشكل ده. تبقى عندي كل الجرس شكل بعض. بعد كده. هبدأ ادخل تحت الجرس. عشان اداب الخيط بتاع الشغل. هده كده بماشي الخيط تحت العندان. وبقص الخيط. كده قفلت ادوها. بعت عندي الوحدة بالشكل ده. نفس الخطوات اللي عملنا بيها الوحدة دي. هنشتغل تلات وحدات كمان. يعني عشان يبقى مع نا اربع وحدات. بنفس الخطوات. هعمل الاربع وحدات ونرجع تاني. انا اشتغلت الاربع وحدات. والمفروض كل وحدتين هنشبكهم مع بعض. انا شبكت اتنين. وهشبك معاكم اتنين. بنفس الطريقة. الوقت هنشوف هنشبك الاتنين ازاي. معانا الاتنين بالشكل ده. ده الوش بتاع القطعة. بقلب القطعة التانية على ضهرها. يبقى ده ضهرها. الوش ديه وديه لجوه. بالشكل ده. وهنبدأ نسبتهم من فوق. هنشوف دلوقت هنسبتهم ازاي. اول حاجة هعملها. عقدة البداية. بالشكل ده. بعد كده بوصل الخيط شوية وبسيب الحلقة. هنا شايفها? كان عندي هنا في الزوية اتنين سلسلة. هاخد اول سلسلة قبل لاندان على طوح. وهسيب السلسلة التانية. يبقى اول سلسلة. وكل سلسلة عندي هنا لها حلقتين. حلقة امامية. وحلقة خلفية. لما نيجي للغبز جهة امامية وجهة خلفية. هنشتجل في الجهة الامامية من هنا وهنا في القطعة التانية في الجهة الخلفية. يبقى هنا بدخل في الامامية وبدخل في هنا في الخلفية. كل غبز هدخل في الامامية من هنا وفي الخلفية من القطعة التانية. هنشوف دلوقتي. اول جبزة قبل لندان في الجهة الامامية شايفة ما تخدتش في الخلفية هابوح في الجبزة اهه اول جبزة الجهة الامامية لا الجهة الخلفية بالشكل ده هابقع لعقدة البداية اللي انا عملتها وهسحبها بالشكل ده بعد كده باخد سلسلة بعد كده العمود بادخل في الحلقة الامامية للجبزة وبابروح للقطعة التانية بدخل في الحلقة الخلفية باسحب الخيط وباخد منزلق تاني الجبزة اللي بعدها في الحلقة الامامية القطعة اللي تحت في الحلقة الخلفية باسحب الخيط وباخد منزلق في الحلقة الامامية ابوح للقطعة التانية بالحلقة الخلفية وبياخد منزلق الامامية من هنا والخلفية من هنا وبياخد منزلق يبقى انا هاقفل كده بنفس الطبيقة كده الامامية من هنا والخلفية من هنا وبياخد منزلك. باخد الامامية من هنا. والخلفية من هنا اسحب الخيط ويطلع بمنزلك. بالشكل ده. هكمل لنهاية الجانب لحد الزاوية هنا. اول سلسلة بعد العمدان. وهقف ونرجع تاني. هناك وكده وصلت لحد الزاوية التانية. باخد سلسلة وبقص الخيط. بعد كده هدى بيه تحت الوبز. بابعة التنظيف. تحت الوبز بالشكل ده. بيمشي مع الوبز. وفي نفس الوقت اثبته. كده ممكن اقصه. كده بقى من الامام. تثبيت. بالشكل ده. ده وش الكطع. بعد كده بجيب الكطعتين التانيين اللي انا شبكتهم. بخليهم على ضحبهم يبقى بابدوا الوش مع الوش جوه. قلو قدامي ده الضح. ولو شلت الاتنين كده بالشكل ده ده الضح. دلوقتي بقى هنسبت. فوق الكتاف. دلوقتي الاول هنشوف ازاي هنعلم مكان الكتاف. كده انا حطتهم على بعض. الاتنين اللي فوق والاتنين اللي وشهم لجوء للداخل. زي ما انت شايفها ده الضح. عشان هنشبك فيه الكتاف. الكتاف انا هعد من اول الصدفة. الفراج بتاع الصدفة. سبعتاشر عمود وهحط علامة في رقم سبعتاشر. وهنا برضو هعد سبعتاشر عمود وهحط علامة. لو انت مش عايزة تعدي ممكن تقيسي بالمقاس. هي عشرة سنتي. عشرة سنتي. المقاس بتاع الكتاف. لكن بالعمدانة شو ما تتلربطيش ابدا. يبقى سبعتاشر من هنا وسبعتاشر من هنا وتحط العلامة. هشبك بقى لحد السبعتاشر. النحية التانية زيها. من اول الصدفة لحد العلامة سبعتاشر عمود. هيجي في الجناب. شايفها بالطول هنا. من اول الصدفة لحد العلامة تسع عمود. ومن القطع اللي تحت برضو من اول الصدفة لحد العلامة تسع عمود. والنحية التانية زيها. بالزبط كده. يبقى دية فتحة الكم وديت حضر بقبة يبقى احنا هنشبك الكتاف وهنشبك الجناب هنا من اول الصدفة لحد العلامة تسع عمود هنشبكهم وهنا من اول الصدفة لحد العلامة هنشبكه وهنا في الكتف من اول الصدفة لحد العلامة وهنا من الصدفة لحد العلامة انا شبكت ديت دلوقت هشبك معاكم الكتف التاني وبعد كده انتوا هشبكوا الجناب الجانب هنا 9 عمود لحد العلامة والجانب هنا من اول الصدفة لحد العلامة 9 عمود دلوقتي هنشوف هنشبك ازاي هنشبك مع بعض الكتف ده وانت هتشبكي الباقي بنفس الطريقة اللي شبكنا بيها الكترتين قبل كده هنشبك بيها عقدة البداية بعد كده بشيل الابرة باجي هنا شايفها القطع اللي قدام ديت في اول عمود ادخل بالشكل ده في الحلقة الامامية بروح الكتر التانية اول عمود بعد الصدفة شايفها الفرار بتاع الصدفة اول عمود دي الحلقة الامامية هدخل في الحلقة الخلفية يبقى النحية دي في الحلقة الأمامية في القطع اللي تحت في الحلقة الخلفي أبقى على عقدة البداية اللي أنا عاملها بسحب منها كده بالشكل ده بأخذ سلسلة بعد كده العمود اللي بعده بأدخل بالشكل ده في الحلقة الأمامية أبوح القطع اللي تحت في الحلقة الخلفي أسحب الخيط وأخذ منزلك العمود اللي بعده في الحلقة الامامية القطع اللي تحت في الحلقة الخلفية وهياخد منزلك يبقى ديه في الحلقة الامامية واللي تحت في الحلقة الخلفية وبياخد منزلك لحد ما وصل للعلامة بالشكل دي وهشيل العلامة بعد كده هتشبكي الجهة التانية اللي انا شبكتها دي وتشيل العلامة عندك في الجناب من اول ببدو عمود بتاع الصدفة لحد العلامة هتشبك بنفس الطريقة. والنحية دي هتشبك بنفس الطريقة. هشبك التشبكات ديت وهنبجع تاني. انا كده شبكت الكتاف. بالشكل ده. وهنا. طبعا خلوط ديت حندبية كلها تحت الشغل بقيبة التنظيف. وفي الجن بالنحية دي. التسع عمود. التسع عمود. والنحية التانية. التسع عمود. دلوقتي بقى هنقلبها ع الوش. هنشتغل كل شغلنا بعد كده هيبقى ع الوش. اول حاجة هنعملها هي نص البلوزة من تحت. هنشوف دلوقتي هنش. المفوض هنشتغل هنا. بمحيط البلوزة كله. هنشوف دلوقتي هنشتغل ازاي. شايفها? ديت استضافة. هبعد عنها شوية. واحد اتنين. وفتالة عمود تحت الحلقتين بالشكل ده. هدخل. واسحب الخيط. واخد سلسلة تثبيت. بعد كده واحد اتنين تلاتة سلسلة وده هاتبه اول عمود معي في الدور. بعد كده تحت الحلقتين بدخل وباخد خيط البداية معي. وباخد عمود. اللي بعده. عمود. الجوبزة اللي عليها الدور بدخل تحت الحلقتين وباخد عمود. يبقى كل عمود هشتغل فوقية عمود. وباخد خيط البداية معي. بالشكل هشتغل في كل جوبزة عمود. لحد ما اوصل لما كان ما شبكنا الوحدتين في الوسط هنا. ونبقى تاني. انا كده قربت اوصل للمنتصف. ما كان ما احنا شبكنا القطعتين. تحت العمود باشتغل عمود. فوق العمود باشتغل عمود. هنا وصلت للصدفة دي والصدفة دي. لفع الابة بدخل من هنا. شايفها? وبخرج من هنا. واسحب الخيط. وباشتغل عمود. بالشكل ده. بعد كده باشتغل فوق كل عمود عمود. هشتغل بالشكل ده فوق كل عمود عمود. لحد ما اوصل للصدفة اللي في الجنب. هنا بقعة تاني. كده انا وصلت مكان ما شبكت الجانب بالشكل ده. عند الصدفتين. فوق العمود باشتغل عمود. هنا السلاسل بتاعة الصدفة والسلاسل بتاعة الصدفة اللي بفع الابة. بدخل من هنا. وبخرج من السلاسل التانية. وبسحب الخيط. وباخد عمود. بعد كده فوق كل عمود باشتغل عمود. هخلص بقى الدور كله بنفس النمط ده. ونرجع في بداية الدور الجديد. انا كده قربت اقفل الدور وصلت عند الصدفة الاخيرة. الزاوية اللي كنت شبكة في الزاوية. في الثلاسل بتاعتها بدخل هنا. وبخرج من التانية بالشكل ده. وباسحب الخيط. وباخد عمود. بعد كده لفع الابة. عندي عمودين كنت سايباهم. باخد فوقيهم عمودين. عشان اقفل الدور. باجي هنا في ثلاثل الابتفاع. ثالث سلسلة بادخل وبعمل منزلك. كده قفلت الدور. بابتفاع واحد اثنين تلاتة سلسلة. وده اول عمود في الدور الجديد. سلسلة كفراج لفع الابة. بفوت عمود وباشتغل عمود. سلسلة. بفوت عمود وباشتغل عمود. سلسلة. بفوت عمود وباشتغل عمود. سلسلة كفراج. بفوت عمود. باشتغل عمود. بنفس الممط ده. يبقى هشتغل الدور كله. عمود. سلسلة. بفوت عمود وباشتغل عمود. هخلص الدور كله. ونفجع تاني. انا كده اضرب تقفل الدور. اشتغلت عمود. بعد كده سلسلة. بفوت عمود. بابروح هنا في سلسلة الابتفاع بعد واحد اثنين وفتالث سلسلة. باخد منزلك. كده قفلت الدور. بعد كده واحد اثنين تلاتة سلسلة. وده هاعتبره اول عمود في الدور الجديد. سلسلة كفراج لفها الابتفاع وفوق العمود هشتغل عمود. سلسلة. على عمود هشتغل عمود. سلسلة. على عمود هشتغل عمود. سلسلة كفراج بروح على عمود باشتغل عمود. سلسلة على عمود هشتغل عمود. وهستمر بالشكل ده. لحد ما خلص الدور. من اول هنا هيبقى شغلنا كله تكرار. هنكرر الادوار بتاعات الفراجات دي. عمود سلسلة عمود. عمود سلسلة عمود. هيتكوش. معي الفراجات دي. هشتغل عدد من الادوار ونرجع تاني. انا كده اشتغلت ادوار بالفراجات. اشتغلت كام دور? واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر. يبقى اشتغلت عشر ادوار بالفراجات المفراجة ديت. وبعد كده قصيت الخيط. الوقت هنشتغل لاطار بتاع حوض البابة. هنشوف دلوقت هنشتغله ازاي. اول حاجة هعملها عقدة البداية. بالشكل ده. بعد كده بشيل البابة. هاجي هنا. شايفها? مكان ما احنا شبكين الاثنين دولار. الربزة اللي جنبها على طول. وهسحب الخيط. بعد كده باخد سلسلة. وفي نفس المكان باخد ربزة حشو. تحت الحلقتين وباخد خيط البداية معي. الربزة اللي جنبها باخد ربزة حشو. اللي بعدها باخد ربزة حشو. الجبزة اللي عليها الدور بادخل. باخد خيط البداية معي. باخد ربزة حشو. يبقى في كل جبزة هشتغل لجبزة حشو. همشي بالشكل ده لحد ما اوصل للمنتصف هنا. مكان ما شبكنا القطع الاولى والقطع التاني. ونرجع تاني. انا كده وصلت المكان اللي شبكتي فيه الوحدتين. هنا اخر بامود. بدخل في الورزة تحت الحلقتين باسحب الخيط وباخد حشو. شايفها هنا السلاسل بتاعت السادفة وهنا السلاسل بتاعت السادفة. بادخل وباسحب الخيط. عندي خطين. بروح السلاسل التاني. بادخل وباسحب الخيط عندي ثلاث خيوط. باسحب منهم كلها. بعد كده في كل جبزة باخد حشو. بالشكل ده. في كل جبزة باخد حشو. هوصل بنفس النمط ده لحد بداية الافلة هنا. هنا بجاعة تاني. هنا وصلت لاخرة بجبزة. اخدت فيها حشو. هنا شايفة مكان ما شبكتي هنا. شلت العلامة. هبروح اول جبزة اللي نحط تاني على طول. وادخد بالشكل ده وياخد حشو. بعد كده كل جبزة باخد فيها حشو. اخلص الدور كله واقص الخيط ونبجع تاني. كده انا اشتجلت الاطراب. وكمان قصية الخيط بالشكل ده. وهنا انا عملت الكم الاول. بنفس الطبيقة هنشتجل مع بعض الكم التاني. وبكده تكون البلوزة خلصت. هنشوف دلوقتي هنشتجل الكم ازاي. اول حاجة هعمل عقدة البداية. بعد كده بوسع الخيط شراب واشلها. هنا هقلب الشو العضة. وهجيب الجنب بالشكل ده. مكان ما انا شبكت الجنب. بشيل الاعلامة. هنا مكان الاعلامة بدخل. في الحلقة الامامية والحلقة الخلفية اللي قدامها. بجيب عقدة البداية. بسحبها بالشكل ده. باخد سلسلة. بعد كده الجبزة اللي بقضها على طول. في الحلقة الامامية. والحلقة الخلفية. ادخل وبسحب الخيط وبخرب بمنزلك. بوسع الخيط شوية بالشكل ده. وهبجع الشغل تاني على الوش. كده قلبة الشغل بالشكل ده. هنا فتحت الكم. اول جبزة معي تحت الحلقتين بالشكل ده. شايف هالحلقة اللي انا وسعتها. بسحبها من تحت الحلقتين. بعد كده واحد اتنين تلاتة سلسلة وده هعطبوا اول عمود معي في الكم. لفها الايبة والجبزة اللي هبخدها عمود. لفها الايبة. البابزة اللي بعدها عمود. يبقى كل البابزة هشتغل فيها عمود بلفة. في الشكل ده. هخلص الدور الاول في القمر ونفجع تاني. انا كده وصلت لنهاية الدور. عملت في اخر جبزة عمود. باجي هنا في ثلاثة الافتفاع واحد اتنين وفي ثلاث سلسلة. باخد منزلق. كده قفلت الدور. واحد اتنين تلاتة سلسلة. ده كاول عمود. وسلسلة كفراج. لفها الايبة. بفرط عمود العمود اللي بعده باشتغل. سلسلة كفراج. لفها الايبة. بفرط عمود العمود اللي جنبه باشتغل العمود. سلسلة كفراج. بفرط العمود اللي بعده باشتغل العمود. سلسلة بفرط عمود العمود اللي بعده باشتغل العمود. بالشكل ده. هيتكون عندي فراجات بالشكل ده. هخلص الدور ونرجع تاني. انا كده قربت اقفل الدور. عملت اخر. بعد كده باخد سلسلة. بفوت عمود ببقى على سلسلة الارتفاع بعد واحد اتنين. وفي تالس سلسلة باخد منزعك. كده قفلت الدور. بارتفاع واحد اتنين تلاتة سلسلة. وده كاول عمود في الدور التالت. وسلسلة كفراغ. لفع لبا. وفوق العمود باشتغى العمود. سلسلة كفراغ. وعلى عمود باشتغى العمود. سلسلة كفراغ. وعلى عمود هاشتغى العمود. بالشكل ده. احنا كده اشتغلنا دور من الفراغات وشغالين في الدور التاني. هكملهم سبع ادوار من الفراغات. بعد كده هقص الخيط ونبقى عشان نشوف شكل البلوزة النهائي ايه. كده خلست الكمة بتاع البلوزة. زي ما انتشاف كده اشتغلت سبع ادوار مفرجة. هنا اشتغلنا عشر ادوار بالادوار المفرجة اللي هي فيها فراغات. وهنا اشتغلنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. سبع ادوار مفرجة جيب الدور اللي هو الاساسي اللي هو بتاع العمدان. بنوزة حلوة جدا وسهلة جدا. البلوزة ديت مقاس اكس لارج. عشان تعمليها لارجة هنقولك دلوقتي تعمليها لارجة ازاي. عشان تزغيرها. طب لو انت عايزة تكبريها لو عايزة تكبري ها تشيف احنا اخر حاجة في القطعة. اول ما اشتغلنا هكتغلنا التقطعة اخر حاجة اشتغلناها الدور العاشر عمدان. هتشتغل كمان دور عمدان. اخر دور كان الدور العاشر عمدان هتعملي كمان الدور اللي 11 عمدان في كل واحدة هتعملي الدور اللي 11 عبارة عن كل عمدان ديت عشان تبقى اكبر من اكس الارج لكن لو عايزة تزغر بيها هتزغر بيها ازاي هقولك دلوقتي شايفة هنا عندك طبقتين عشان تسغر بي مقاس البلوزة لاما هتستخدمي خيط رفيع مش خيط متوسط زي ده هيديكي مقاس الواحدة صغير وبالتالي هيديك مقاس صغير في البلوزة هيديك الارج بدل اكس الارج او لو انت هتستخدمي نفس نوعية الخيط اللي هي متوسط الصمك يبقى شايفة احنا اشتغلنا اول دور في الوحدة بعد كده الدور بتاع العمدان برضو في الوحدة الدور التاني التالت بعد كده قررنا تاني الفراجات بتاعة الدور التاني اشتغلناها في الدور الرابع انت مش هتشتغل الدور الرابع ولا الدور الكامس يبقى هتقف عند الدور التالت ده بعد كده هتبدأ على طول من أول الدور السادس اللي هو بتاع الفراغات هتعمليه وبعد كده هتشتجل بقية الوحدة عادي يبقى احنا هنا بس اللي احنا هنختزل هنشيل دورين اللي هو الرابع والخامس عشان تبقى لارج بدل اكس لارج طب لو انت عايزة تعملي نفس الخطوات دي وعايزها مقاس أزرر تجيب خيط رفية لكن دية المقاس ده اكس لارج لو انت عايزها أكبر من اكس لارج الوحدة بتنتهي بالدور العاشر اللي هو عبارة عن عمدان بس هتعملي الدور اللي 11 كمان عمدان بس هتديك مقاس أكبر من اكس لارج يعني اتنين اكس باللوزة حلوة قوي جميلة جدا واللستايل بتاعها جديد اخدت مني وبعمية جبه من الخيط واربع ساعات شغل وبكده انكم وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهار ده اتمنى الشرح كان واضح والبلوزة عجبتك لو عجبتك يبيد تدعمينا بلايك وشير ولو جديدة معنا هتشتركوا في القناة وتفعال الجرس عشان يوصل لك كل جديد ان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو جديد اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر